السلام عليكم شراكم شاء الله كامل يسكنوا بخير وعلى خير وفيديو اليوم يلقاكم كامل متهنيين اليوم رح نخلطها لكم من داري لدارنا من دارنا لداري ورح نحي الخوف لبعض الأخوات ليبغيوا ينقاجي وفي حاجة ولا في أمر معين ويبقوا مترددين وخايفين تقولك بلك ما تصلح ليش بلك ما تفوقش في هذه الحاجة بإذن الله رح تعدوا وتصدموا من شي غير تونقاجي وتصدموا وبربي إن شاء الله كل شي يعود يصلح لكم بالنسبة لقنوات البنات زوج قنوات اللي رح نختارهم لكم اليوم على بالي البنات باللي رح يعجبكم إن شاء الله حبيت نخير لكم قناة شينينو هذ القناة فيها وصفات طبيعية تجميلية فيها روتينات فلوغات كيما كم تشوفوا يعني متنوعة متنوعة كيما نقولوا احنا من كل بوستانين زهرة رح تلقاوا وش تبغيوا انتوما معلكم غير تدخلوا وتشتركوا لازم تفعلوا الجرس وخليوا تعليق هكا على الشي اللي يعجبكم تساؤل اقتراح نقد بناء القناة الثانية رح تكون قناة سارا كوكينغ ديزاد أختنا جزائرية مقيمة بأمريكا كيف كيف قناتها فيها تنوع فيها وصفات حلوة مالحة تديكم جولات في المحلات عندهم تمد نصائح ثاني معلومات على وينها هي عيشة كيفاش وشي هما الأمر اللي تحتاجوا من المهم معلكم غير تدخلوا القناة باش تعرفوش فيها وش ما فيهاش وتتعرفو على الأخت والمحتوى انتحها رح تعجبكم خاصة في الشرح انتحها نرجع للفيديو تاعي كما راكم تشوفو هنا راني نقليف البطاطا راني موجده الفيونداشي البطاطا ديجا راني قريب نكملها الفيونداشي كنت رحيته معه بصلا درتلو المرحوفة في اللقحل كيت قلا زيتلو الطماطي مصبرة ما كثرتش باش مجينيش حامضة نقليها بركبش نحالي الحموضية تاحة وزدت لها طماطي كنت رحيتها في الروبو وريقة تعري راندو روح نوجد البيشة المهم هنا بلما نعطيكم الديتاي هاد الامور معروفة وكل واحدة راه تطيب حسب الشي اللي تبغي هي وليبغيه افراد العيلاتها المهم هنا رح نطيب قراتان لخطر رح نسهل رح لدارنا قلت نديع الاقل حاجها كافية رح رح نطيب لاتارت لاتارت الحنا بربي انشاء الله قلت لكم قررت اني نديرها نايا المهم الحواج هاد والبنات ما كده بشي لكم نبغي نصدم نصدم كي ما جات جي كي ما جي بتهجي جات معوجة جات مسقمة المهم اول تجربة دي ما جي ما هياش جي شوية ناقصة الفينيسيون تكون مكان ما كان بصح مع الوقت تعود عندك ما نقول لكش خبرة ما تعد عندك اليد في الحاجة هذيك المهم انا قررت اني ندير ندير لاتارت بغيت نديرها بعجينة السكر وبغيت ندير واحد الديكور حكا جا في بالي المهم انا يا في بالي يعني رسمت رسمت الصورة اللي راني بغيتها بصح في الحقيقة والواقع ما انا عرفضوك تتبعو وتشوفو معايا هنا ايا درت رخصاصات بابا يموت على الرخصاص درت له رخصاص يعني درت رخصاص للزوج داعي خليت له اكيد لازم اخلي له وش ياكل وديت قرصها البابا يموت على الرخصاص التاعية حوحو يشكر في راحو المهم قلت لكم ديت معايا من ماكلة ومعا دخلت لدارنا يا البنات ما سنيت شو دقيقة شوفوا انا كملت كلش كيما شاركت معاكم لحظة بلحظة كملت كلش جدرت لقاتوا ريحة مام ريحة نهار ومبعدة روحت من نوجد لطرت لطرت لازم توجد نهار قبل نهار قبل برك هي كي تديرو الجينواز الجينواز تندار نهار من قبل ومبعدة تزيدي تديري لها كرام وتكونجي لها نهار واحد اخر ومبعدة تزيدي تديري لها البات وتزيدي تخليها تخليها لي لهكا ولا بيش تحطي هذيك لطرت هذي سالة مالا هذي في نهارها درتها غدوة من ذاك قصيتها ما كسرت ليش راسي خلاص سبقت في الجينواز اللي رح نديرها الجينواز هذي تاع الميكسو اللي كنت شاركتكم بها اللي هي البيسكوي بيسكوي ماجيك رح يخلي لكم الرابط تاع الوصفة في زندق الوصفة ان شاء الله يعني باش تكون بالتفاصيل المملة وتبعوها خطوة بخطوة لخاطر لكم تعرفوا في الروتين بغي نكسر معاكم بش نعطيكم وصفة قد قد حصرة هي حصرة نبداها لكم القومي نلخرهم بعد نوصلكم النص نعود نولي شوي ما قبل الاخير ومعد نروحوا لكم للول موهمة تفهموا فيها والو هنا يقول لكم معا روحت ادخلت بديت نوزن لخاطر لازم لازم الميزان لازم الميزان البنات شوفو مهما كاين وصفات سهلين ووصفات تقدريها كازا ما ديري عينك ميزانك تديري بالمغرف تديري بصح كاين وصفات في الحلويات ضروري جدا الميزان والبنات يعني الميزانه ما هوش غالي راه هو 55 نظر من 55 نديري ميزان والله يشد لك للقرون الوسطى انا عندي ميزان عنده يحصرا عنده واقلة واحدة سبع سنين ولا لخاطر كانت راجلي يخدم بيع ومبعد طاهولي انا اخدم بيع لكيف ما قالش اي راسي المهم انت يديري حويجاتك في كوزينتك في دارك كي تحتاجهم تلقايهم كيما قلت لكم هاد البيسكوي ماجيك علىه يقولولو ماجيك خاطر يتخلط كلش مع بضه بالبيض بالفارينة بالخميرة بكلش وتحطيها هاي طيب حتها في الطيب تحاسل فيه سرابيد لي هالي اه وش نديرو بعد ما تتوجدو الاخر تاعكم تديروها في الابوش ومبعدها تفوتو يعني بعد جيك نفس السطح نفس العلو نفس المستوى تعلو وفي نفس الوقت ما تبقيش تعييي بالاسباتيو اللي تعدليها وهي تعوجي تلكمنا يا راح تلكمنا تحطي هاد طيب تديلك حتى العشر دقايق لك طرطي عشر دقايق تكون واجدة ما تحبش طيب بزاف به ما تنشفش وما تيبسش حطيت هاد طيب كي ما راكم شوفوش بتها خليت هاد تبرد قوتلكم ما تتحركوش من قدام هالبنات حتى ان الطيب ايما لها ليه توجد ووجدت الكرام اللي باش نديرها في الأطارت نديرها كرام شانتي نطلحها بالياورت كارامال هنايا ما جاونيش كل كارامال ما عليش بنينا هذيك نصر بنصر نورمال ونكملها بالحليب المهم لازم تكون لشانتي كثر من الحليب ولا الماتاك علاش كثر باش يجييني قاوم تحث قيل هذ النوع تالي تاخت ميحبوش الكرام تكون خفيفة باش يحتمولك لفورم ويجيك لطرطي تاك ناجحة اذا جاتك الكرام شانتي تاك مرخوفة راهي راح تخرج لك على السكر راح يبزد لك الشكل تحو تعبك يروح لك في باطل المهم هنايا اللي ارتعي حطيته في الكونجيلاتور باش يتشدليليها ليهم ونبقاش نسنا فيها خطر مزروبة باش نروح للدار المهم هنا درت تبقى بتبقى وشربت كي ما راكم تشوفوه بربي ان شاء الله نحطها لكم بالتفصيل المومي اللي انو فيها خطوات لازم تبقوهم حطيتها في الكونجيلاتور هذوك اللي جوانب هذوك اللي شوتلي بقاولي درتهم كي ما راكم تشوفوه في هذا الحية في هذا الحية وخلاص يا ربي راح لي اسماء مخفتش على اسماء باش نكمل لكم فيديو المهم حية وخلاص اكم مشتوها عرفتوه هايا درتها باش نديرها للطربوش فتشت على حاجة صغيرة بول وانو ما لقيتش هاي عجبتني هذي جاتني القيس اللي نحوس عليه كي درت هذك البيسكوي بقالي مورسو بقالي مورسو خليت وخليتهم بعد جات ماما قلت لانتي يا هذك كي مخليتهم يبس هروح يديره بسكوي وبالفعل درت البيسكوي لخطرينة يعني نشرت نسير بالقهوة شربتها مليح كي ما راكم تشوفو بقى للاشانتي درت بقت الاشانتي على بالي راح تقولو لي على هه تديري لاشانتي وعلى هه تديري لاشانتي وعلى هه ما تديري جاذيك وعلى هه وعلى هه لكم الابنات علاه درت لاشانتية لخاطر دارنا يحبو لاشانتية الكرام الاخرين ما عندهم حاجة فيهم ما يبغيوهمش دار شيخي كيف كيف يحبو لكلام شانتية اخترا يدرت كريمة الزبدة فوحد لا تخت ما عجبتهمش لكلام منشي كيما لاشانتية صورتو كي تطلعوها بالياور تطلعوها بحواجه الثقرين راح تعطيها لذوق وتبدلها يعني تبدلها ذوق التاحة درت طبقها تاع الكريمة ومبعدها جبت زيت درت طبقها تاع الكراميل تاع طوفيا كراميل هنا البنات يعني نحكي لكم واش صرالي انا ذوق الاتارت من قبل مقررة ومخططة اني نديرها طبقها تاع بيسكوي وطبقها تاع كريمة وطبقها هكا تاع طوفيا كراميل والجوز ونكمل كيكملت لاتارت وشربتها ودرت لها الكريمة وغلفتها وحطيتها تكونجلات وفتت عليها ساعتين تفكرت تفكرت كي رحت نخبي الحواج شفت البطنة الطابية وشفت الجوز تفكرت باللي هاني مش كنت راح ندير هاني مش كنت راح ندير هايا خلفتها في هاد البيسكوي وقلت باش نحطه نحطه وراء الصهراء هذيك ونسوا في الفطول ولا قهوة العشية ولا هنيا تقسمت لي بصح بالاخر مش مش كنت اصلا اني حنقنج لها باش نكمل لها الديكور للاخر وحنا مريم راح يدير في البيتزا درتنا بيتزا عالسريح بيتزا تعبكري هذيك اللي تضربوها في بلاتو بوميترا يا سيدي وتقصوها كاريات كاريات مع السردين مع اني انا منحب السردين كتشوفوني نحيتو واناني حنيت بالكولوغون لبنات انا اسبقت ولادتي حنيت هاذا كولوغون لبنات لي شدي في يدي غسلت غسلت مبغاش يروح قلت ايا دب الراس الابالي كان يلي حيشوفوا يديها يقولوا يا يديها يقولكم نرمالة وكولوغون بركتع القاطز وكيتنحا هالبيتزا الله الله وش نقولكم خفيفة تستهلفوا مع هذ الحية هذي منلي جات نسيها مو هي درتنهم هذ السوسة تاع هذ الحية عادوا يشريوها صباح وشي صباح وشي الفيشي المهم تعشيت نحيت الجوع ونحيت التعب شوفوا لبنات هاذ اللي تاخت رح ندخلكم في الموفيد باش ما نكثر لكمش شوفوا اللي تارت هاذ والبنات كيتشوفوا ماكات تقولوا باللي رموا عرين وميخوفوا عما يصلحوش تبعوا وبركبوا الخطوات ديروا الجينواز اللي ما تصلح لهاش الجينواز ودي ما تتهبلها وتعييها وتهبط لها ويصراولها العجائب السبعة في هذيك الجينواز ديري البيسكوي ماجيك وشي والبنات ما تكثروش منه خطر الميكسو ماهوش منيح وشي هو الميكسو هذا هو محسن الكيك يجي شغل جال هكا يندار مع الحوايش هذو وهو ليخليك تخلطي كلش مع بعضاه ويعطيك هذك شوفوا عليك اللي حالة ليحكي اللي يكلوا الباتيسري اللي يكلوا بزاف الباتيسري بره اعرفي باللي راكي دي ما تاكلي الباتيسري تع الميكسو هذي هي المهم هو اللي يعطيك هذك هذك البيسكوي جي يجي كي متاع المحلة تماما شوفي لو كان تعرفي كيفاش تتحفي لها طاقت تاعك وتمدي هالناس وتقوليهم بلي كومون ديتها من الباتيسري حيقولوك هاي تقوليهم ديرتها اقولوك لا لا على الذوقاني نظر مونيش نظرعي الشكل المهم كي ما كم تشوفو هنا يا بديت نديكوري وحنا عصف سبقت السع في الديكور سبقت في الديكور باش من بعدها كي نغلفها والاخر جيني سهل هاي عاية لي الزوجتها يقالي يا مدام وجدي روحك هاي انا روحك كيفاش نديري نظرك انوح نزيد نكمل نصهر معها وانا ما صدقت حلاتي وعجبني الحال وبديت نعدل وبديت نديكوري بديت بهذا الابليغة هاد السبيبتات صغيرين وشو نقولكم الابنات عجبتني وانا نخدم فيها جادة تهبل على واهجات تهبل وكن نقولكم على واهجيكم تهبل شوفوا الابنات كي تحبوا الحاجة هذيك وتخدموها من قلبكم راح جيت حفو جي كي ما بغيتو ما كي تبقوا متخوفين واي ما تصلح شواني ما نقدرش ما تقوليش ما نقدرش قولي نقدر ونجرب ما صلحت ليش اللي ولا صلحت ليش ثانية ما صلحت ليش ثانية نعاود الثالثة شوفوا الابنات انا هاد اللي طرت ما قريت عليهم ما علموني ما والو شوفت تبع تجربت في الدار صلحت لي خلاص واللي تنخدم وكل مرة نكتفش بلي هذيك حاجة ما تندرجها كان بدلها وهي راحة المهم الواحد ما يخافش ويصدم وكي ما جا تجي ومع الوقت تولي تتعلمي وتتقني وتولي دي ما تديري الحاجة هذيك بسهولة تامة المهم هنا يكون تكملت لطارتها البنات كي ما كم تشوفوه درتها بو خفيف باركها كاع السريع وبه ما انكذا بش عليكم نقولكم ما تشدش اليد دا البنات تشد اليد وتدي الوقت بس صح مليحة يعني تستمتعي انا نستمتع وانا نوجده ما انكذا بش عليكم المهم الفيديو بتتفصل مهم باذني الرحمن راح نحطه لكم على بل بلي اخوات يبغيوا يجربوا يبغيوا يديروا حواج كي ما كان ديروا لكم وكتملقيتوه وكتمحتجتوه يعني تلقاوه شوفو هنا يا راح الحال 12 داع الليل حالة كالم كالم وشو نقولكم رحت طليت فرجت شوية في السماء وتفرجت في القمر هيا قلت روح يا امري سلان ترقدي غدو يجيوك الضياف يا ربي تصبحي انفور موجهك ضاوي المهم ان اروح نخليكم البنات وانتلاقوه في فيديو جاي ان شاء الله تبقاوا على خير